هنا برجع لدكتور أسام الأول هسألك أو يعني لك الحق في أن تعقب على كلام دكتور طارق قبل أن ألقي بسؤال متعلق بمسألة أزمة إسرائيل يعني هل هذه الأزمة أو هذا الوضع المأزوم يؤدي لحلحلة ولا يؤدي إلى المزيد من التعقيد يعني بداية تحية لك ولكل المشاهدين وللشعب الفلسطيني الصامد الآن ولضيفك قبل ذلك ضيفك الكريم دكتور طارق وهو وأنتم يعني من أعزائي ونحن أصدقاء مشتركين من كل نعم ومصر كلها من أحبابنا الله يحفظك الحقيقة أن الوضع الداخلي في الاحتلال الإسرائيلي كما تفضل الدكتور طارق مأزوم جدا هناك أزمة داخلية ومعلنة لن يكون بعد 7 أكتوبر كما كان قبل 7 أكتوبر نتنياهو ذاهب إلى الجحيم وحتى الحكومة القادمة لكنها لن تكون متطرفة بالشكل الذي كانت فيه الحكومة الحالية التي تدير الحرب لأسباب عديدة منها كما تفضل الدكتور بشكل أعجل الحكومة الاحتلال الإسرائيلي الآن هناك انهيار لثقافة التطرف وفكر التطرف حتى بن جفير لم يعد مقبولا اسمه تريش لم يعد مقبولا العديد من المتطرفين الذين جلبوا هذه المصائب الناس حتى أعضاء الليكود الأحزاب الذين صوتوا نتنياهو والذين صوتوا للأحزاب المتدينة صار المواطن الإسرائيلي بشكل عام بالمناسبة المواطنين في داخل الاحتلال الإسرائيلي مقسمين فئات الأشكناز والاسفرديم وكذا بالمناسبة أكثر الذين كانوا متدينين ومتطرفين هم السفرديم العرب لأن العرب بالمناسبة هم يخلفون كثير يعني ينجبون ثقافة شرقية الأشكناز لا ينجبون كثيرا وثقافتهم ثقافة يعني لاحظ الثقافة الأوروبية التي يكتفي بإنجاب طفل أو اتنين فقط الآن عملية التواصل ارتفاع عملية التطرف من خلال الإسفرديم لأنهم يشعرون إذا نهارت الكيان الإسرائيلي كدولة إذا نهارت أين سيذهبون هؤلاء سيذهبون إلى أوروبا لكن بينما أولاد إسفرديم العرب لا يوجد خط ردع إلى الوطن العربي المصدرهم الأصلية أو مكان سكنهم وبالتالي هم يتشددون في التطرف ويميلون إلى حزب شاس ويعني كل الأحزاب المتطرفة تميل إلى وحتى اليهود شرق أوروبا مختلفين عن يهود غرب أوروبا لذلك الأزمة عميقة داخلية الوضع الداخلي في داخل إسرائيل الآن بعد الأزمة التي جرت في 7 أكتوبر يعني بدأ يتفكك الحكومة بدأت تتفكك التشكيل القادم يعني أنا أتصور أنه سيكون جانيتس هو القادم للحكم ولكن بشروط أمريكية بثقافة أمريكية وبطريقة أمريكية لأن اللوبي دائما اللوبي الأمريكي اليهودي في أمريكا هو الذي يتحكم في تلبيب القرار داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية وبالتالي يصبح الضغط عليها مثل ما جرى مثلا في عام 1991 عندما ذهبوا إلى مدريد كان هناك ضغطا على حكومة شميل وبالمناسبة نتنياهو ابن شمير يعني اتربع على ثقافة شمير وكان سفير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة في عهد مين؟ في عهد رئيس الوزراء شمير فذهب إلى المفاوضات وكان ضمن الوفد الإسرائيلي في المفاوضات في مدريد في مؤتمر السلام في مدريد ونتنياهو أحد الذين كانوا ضد أسل بالأساس لأنه كان ذاهب إلى مفاوضات من أجل المفاوضات أم كان وضع شمير قال سنذهب إلى المفاوضات من أجل المفاوضات لكن استجابة إلى الرغبة الأمريكية التي كانت في ذلك الوقت ضغط مقابل الضمانات وبالتالي ستعود الفكرة إلى المشهد أن الولايات المتحدة ستضغط باتجاه تشكيل حكومة تذهب باتجاه حل الدولتين إرضاءا للعرب استنادا إلى الرغبات لدى بايدن وحكومة الولايات المتحدة يعني على أساس تخفيف الاحتقان العربي والاحتقان حتى الدولي الناقم أصبح على الولايات المتحدة بسبب استخدام الفيتو ضد قرار وقف اطلاق النار يعني مش ضد أنه إحنا مش حايزين نبيد إسرائيل إحنا فقط كل اللي بنقوله وقف اطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية وهي تستخدم الفيتو أمام 153 دولة صوتت في الجمعية العامة وأمام العديد من دول العالم أمام كل أعضاء مجلس الأمن الدولة الذين صوتوا معه ومع ذلك الولايات المتحدة تستخدم الفيتو الآن المشهد كما تفضلت هو يعني أنا شايف أنه بعد نهاية الحرب قد تكون الأمور مختلفة ليست هناك أيضا يعني نود أن نذكر في نقطة مهمة جدا الدكتور طارق تحدث عن السيناريوهات أنا في تقديري مهم جدا أن لا نتحدث على اليوم التالي قبل أن نعرف النتائج قد لا تكون النتائج كما تريد حكومة الاحتلال وقد تكون نتائج أسوأ مما تريد حكومة الاحتلال أو كما تريد حكومة الاحتلال بمعنى آخر أن نتنياهو أعلن في أهدافه الأولى أنه يريد القضاء على حركة حماس يريد القضاء على يعني سحب كل أشكال السلاح وتجريد غزة كلها من السلاح بما فيها الفصائل الفلسطينية الآن قد لا يستطيع تنفيذ هذا المطلب بسبب وجود الأنفاق وبسبب وجود المقاومة العنيفة والخسائر التي تكبدها ولا يستطيع الاستمرار في هذا الحرب إذن هذا سيناريو مطروح كيف يمكن أن تعالج هذه المسألة وكيف تتحدث عن اليوم التالي كأمريكا وكاحتلال وكمجتمع دولي يتحدثون اليوم التالي اليوم التالي بلا حماس وقد تكون حماس في المشهد وقد تكون هي سيدة المشهد إذن لا نستطيع أن نقول أن هناك سيناريو محسوم إلا إذا انتهت الحرب لكن ممكن أن نضع سيناريوهات سيناريو بدون حماس سيناريو مع حماس سيناريو بقيادة حماس كل السيناريوهات قد تكون مطروحة أنا أقول لك بشكل صريح لن يكون هناك سيناريو يخلو من حماس لكن لن يكون سيناريو بقيادة حماس هل لأنه هيبقى مرفوض دوليا ولا لأنه هيبقى مرفوض في الداخل الفلسطيني في الداخل الفلسطيني أنا بقول لك على لساني لن يكون هناك بعد نهاية الحرب لن يكون هناك مشهد قادم في الساحة الفلسطينية بدون حماس لكن في أقل التقدير هناك مشاركة نعم لن يكون بقيادة حماس يعني حماس هتكون ضمن مكونات شريك من ضمن المكونات وهو ده دلوقتي المطروح لكن يعني السيناريو الأكثر حضورا هو توقع بأنه اليوم التالي لوقف إطلاق النار حماس لن تدير القطاع قولا واحدا لن تدير القطاع يعني حقودها الأمر في هذا الأمر اشتركوا في القناة